زلزال سياسي يزداد اقتراباً في تونس مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة في الثلث الأخير من عام 2019 فحركة النهضة التي تستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان باتت معرضة لتهديد وجودي بعد توجيه اتهام لها بالتورط في عمليتي اغتيال نفذتا في 2013 وأسفرتا عن مقتل القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الاتهام وجهته الهيئة القانونية للدفاع عن بلعيد والبراهمي في سياق الإعلان عن اعتزامها رفع دعوة قضائية تطالب بحل حركة النهضة لامتلاكها جهازاً أمنياً سرياً تستهدف من خلاله خصومها السياسيين ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل أكملت الهيئة تصعيدها ضد حركة النهضة عبر لقاء جمع وفدا منها مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حيث دعت الهيئة الرئيس إلى التدخل بوصفه رئيساً لمجلس الأمن القومية لقاء عده بعض التونسيين استغلالاً للأجواء المتوترة أصلاً بين السبسي والنهضة لا سيما بعد خلافهما الأخير بشأن تجديد الثقة في حكومة يوسف الشاهد حركة النهضة من جانبها وفي بيان رسمي نفت وجود أي نشاط لها خارج إطار القانون المنظم الأحزاب مؤكدة أن الاتهامات الموجهة لها بنيت على أكاذيب والدعاءات لا صلة لها بالحقيقة في حين اتهم قياديون فيها قيادات الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها القياديان المختالان بالمتاجرة في دمائهما بهدف الإطاحة بحركة النهضة بعد استحالة الإطاحة بها عبر صناديق الاقتراع غير أن الرئيس التونسي بدأ أكثر حدة حين أعلن رفضه بيان حركة النهضة متهما إياها بتوجيه تهديد له ومؤكدا أن القضاء سيتولى التحقيق في حقيقة ملف الجهاز السري للحركة تطورات متلاحقة يرى محللون أنها ستزيل حالة الاحتقان السياسي مع ازدياد الصخط الشعبي إزاء تدهور المعيشة في البلاد كما ستدفع نحو واقع سياسي أكثر فوضوية خلال الأشهر القادمة بما يهدد ربما مستقبل العملية السياسية في تونس